السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking موضوعنا هاي المرة رح يكون موضوع عن IP Subnetting او اللي هو تقسيم ال Address Space موجود عندك في الشبكة احنا نعرف شيء اللي هو خاص بانتقال البيانات ولا كان يعني كل المعلومات اللي داخل الانترنت بيتم تنقلها بشكل يعني عشوائي وبتكون كل الانترنت بدل ما هي الانترنت هو عبارة عن Internet Working ما بين الشبكات بتكون الانترنت هي عبارة عن شبكة كبيرة هي فعليا احنا بنحكي انها شبكة كبيرة لانها كلها بتتفاعل مع بعض لكن في الواقع هي مجموعة الشبكات وهي الشبكات كلها متصلة مع بعض وبتم تنقل البيانات عن طريق مزودين بخدمات الانترنت وباستخدام اللي هو اعظم واقوى انترنت بروتوكول اللي هو البي جي بي بالنسبة ل السابنتينج هو تقسيم العنوانة عنوانة الشبكة فممكن انه تكون انت يعني او غالبا انت بتفوت على شركة بتكون هاي الشركة في الواقع يعني مجهزة الشبكة موجودة السابنتينج معمول كل شيء انت جاهز بالنسبة لك ما عليك الا بس انك تقوم بعملية مراقبة للشبكة تحسين تطوير رفع كفاءة وإلى آخره من هاي الأمور الموضوع الكثير مهم هو موضوع انك تفهم كيف بتم تنقل البيانات من شبكة لأخرى علشان هيك السابنتينج مهم بالنسبة لك بشكل كبير سابنتينج باستصعبون الناس لانه السابنتينج باعتمد على الرياضيات وبيعتمد على مادة اكيد انت اخذتها بما انك يعني في مجال التكنولوجيا اللي هي ديجيتال ديزاين البايناري ربريزنتيشن بايناري نمبر ربريزنتيشن موجود هاي سكشن بكل الالكترونيك المتعلقة بالكمبيوتر طبعا عنا كل المعلومات اللي بنتكلم عنها هي في اللاير 3 يهو بالنتورك لير من الOSI موديل عنا IP فيرجن 4 بتكون 32 بيت الـ IP فيرجن 6 328 بيت لونغ هذول 32 بتقسم الى 4 اقسام او 4 مجموعات كل مجموعة بتضم 8 بيت كل بيت منسمي octet octet الاوكتت بتراوح المدى تبعه ما بين 0 و 255 الان يعني بغض النظر عن الاسماء هاي والمواضي هاي احنا بنعرف انه مثلا عنا ال binary بما انه عنا ثمان خانات معناته في عنا الخانة 0 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 لانه احنا بنبدأ من الصفر معناته احنا ما في عنا المرتبة او الخانة الثامنة هي فعليا رقمها 7 لانه بدأنا من الصفر الان يعني لما اجو كل هاي الادرس اللي هو بتراوح ما بين الصفر واخر خانة موجودة على الشمال اللي هي البيت 32 قسموها العلماء او المهندسين تبعون الانترنت في بدايات عصر الانترنت لخمس اقسام كلاس ا كلاس ب كلاس د و كلاس ا لو اخد انه بما انه الشبكة احنا بنتكلم حاليا عن اول اوكتت من الشمال او اول ثمن منازل من الشمال في البيناري ربريزنت ل ip virgin 4 اذا بدنا من الصفر الصفر خانته بما انه على الشمال هو 128 لانه في عندي الخانة اثنين اثنين قوة صفر وهو اول خانة على اليمين راح تكون هي واحد الخانة الثانية هي اثنين بعدين اربعة بعدين تمانية ستاش اثنين ثلاثين اربعة وستين بعدين 128 اذا اول خانة كان صفر معناته انا صار عندي الرانج ما بين الصفر وال 127 الآن اذا وضعت واحد بعدين الصفر او صار عندي اول خانة دائما واحد فبهاي الحالة انا صار عندي 128 ويزيد العدد بما انه انا يعني صار عندي واحد معناته 128 صار عندي واحد وواحد معناته 128 زائد الخانة الثانية اللي هي 64 صار عندي 192 الخانة الثافية زائد 32 صار عندي 224 والخانة الرابعة اللي هي بتمثل 32 فبهي بصير 24 طبعا في كل خانة من هذول كلاس A كلاس B كلاس C في عنا شيء اللي هو احنا منسميه رزائي يعني اللي هم الادرسز اللي هم نات راوتابل هم مش انه مش فيهم مشكلة يعني من ناحية التقنية والفعلية ما فيهم اي مشكلة اللي هم برايفت الادرس سبيس اول اللي هم احنا منشوفهم او منلاحظهم داخل الشبكة عنا في المنزل اللي هم 192 168 دوت كذا دوت كذا الموضوع المهم بهاي الشغلة انه احنا منقدر نتصل فيهم داخل بيوتنا لكن على الانترنت هذول غير قابلات للتحويل وغير قابلات للتبادل بشكل كامل لانه يعني واحدة من المشكلات اللي اصبحت بالانترنت هو تقسيم الشبكة ل A B C D E فبهاي الحالة يعني انا لما اعطيك شبكة او اعطيك بما انه احنا بما انه احنا متكلم في الزمن الماضي عن Classful Address فانا لما اعطيك Class A Network فانا بتكلم عن عدد هائل من الهوست اللي ممكن استضيفهم داخل هاي الشبكة وحتى لما اعطيك Class B فبيضل عندك Class C المشكلة انه انا لما اعطيك مثلا اعطي للشركة ممكن بظلها محتجزة الادرس تبعها اذا كان Class A أو Class B بينما ممكن يكون دولة كاملة انا مش مزودة غير Class C لانه الدولة بداية مش رح تكون مهتمة بالانترنت او قديما ما كانش حدا يتخيل انترنت رح يعمل ثورة مثل هيك بالاخير انه دولة تكون Class C فما رح تقدر يعني تتفاعل مع الانترنت بالشكل الكافي يعني من هنا طبعا تم انتاج IP version 6 لما نتكلم عن الهوست وال نتورك دائما لما نتكلم بين بعض طبعا اكيد بنعني الهوست او اللي هم الاجهزة المتصلة بالشبكة سواء كان خلوي لابتوب طابعة ويرليس اكسس بوينت اي شيء متصل بانترنت فانت لازم تخذ له IP address فمعنا احنا نتكلم عن هوست يعني اجهزة اي شيء انت ممكن تسميه متصل بانترنت بحصل على IP عشان يتكلم معه ف اللي بيحدد حدود الشبكة فعليا هو الماسك يعني لو انه بدون ماسك كان كل انترنت بتفاعل مع بعض بشكل عشوائي لكن الماسك هو اللي بيحدد طريقة انتقال بيانات من مكان الى اخر اذا كان عندي الماسك اللي هو 255 255 255 0 فمعناته انا بهاي الحال عندي لو حولته الى البيناري رح سير عندي 24 واحد وبعدين في عندي الباقي اصفار لما نتكلم ونقول انه الماسك 24 معناته 24 واحد لما نتكلم من الماسك 32 اي عفوا 30 30 فمعناته نتكلم 30 واحد والباقي بيكون اصفار الان بما انه احنا من عد من الصفر مش من الواحد فمعناه انا انا لما انشئ شبكة او لما تكون عندي الادرس space اللي هو يعني الادرس space او الاوكتت الاخير يعني كانت الماسك 24 يعني 24 واحد ضل عندي 8 معناته انا بقدر استضيف داخل هاي الشبكة من صفر ل 255 لكن انا بحاجة الى network address و بحاجة الى broadcast address اذا كان عندي network address اللي هو رح يكون الصفر وبدو يكون عندي broadcast address اللي هو 255 بيبقى عندي 254 valid address ممكن اوزهم على المستخدمين اذا كانت شبكتي slash 24 يعني الماسك تبعها 24 واحد binary هون طبعا نتفرج اذا كان عندي واحد هون معناته انا عندي الشبكة 928 مستخدم نشير منه متنبضل 26 لا هنا يبدو انه هنا في خطأ كبير ليش لانه انا بهاي الحالة اذا كانت عندي 128 و 64 معناته صار عندي اخر واحد اللي هو 64 معناته اكيد المستخدمين اللي رح يبقوا في يعني اللي انا ممكن اصطضيفهم بالمؤكد اقل من 64 فكيف رح يكونوا 192 معناته هذا كله خطأ 100% يعني رح يكون 64 بيكون منهم البرودكاست والنتورك بيظل عندي 62 ادرس سبيس الان المشكلة لما واحد يعطيك عنوان على الشبكة كيف انا ممكن اعرف شو هي الشبكة او كيف ممكن احصل الماسك تبعها يعني حدود الشبكة حدود ها البوردر ارتمونا اول شي بيعطيك الادرس اللي هو 192 161 46 يعني عنوانه على الشبكة هذا الجهاز المتصل هو 46 الان اهم شي لازم يحكي لي هو ما هو الماسك الماسك 24 بما انه 24 مباشرة بعمل عملية اند بحول لهون يعني بحول الادرس لبايناري وبعمل عملية اند مع الماسك عشان يبين عندي الشبكة اللي هي هاي بحول ها لديسيمال مرة ثانية بتصير عندي هاي بعدا اخر شيء بصير عندي يعني الديسيمال ريبريزنتيشن واخر شيء بيضل عندي اللي هي اللي معمول عليها ماسك بعدا بحط سلاش 24 انه هاي معمول ها حدود على 24 واحد بايناري بايناري واحدات في الاشياء يعني لتريكس علشان بسرعة يعني مع الوقت رح تتحول انت من شخص يستخدم ورقة وقلم طبعا ممكن تتدرب على عملية السبنتينج وهي العملية ممكن ساعة ساعتين لكن لبقية عمرك رح تضلك تتذكر عملية السبنتينج ليش؟ لانه انت هي فكرة اكثر من عملية الرياضيات فعليا يعني مع الخبرة او مع الفترة انت رح تصير تعمل عملية سبنتينج داخل دماغك انت لما يجي ما انت في عندك بايناري وفي عندك اللي هو ديسيمال ريبريزنتيشن لما اتكلم عن سلاش 24 معناته انا في عندي ايش هون في عندي في عندي صفر يعني اخر اوكتت الثمانية هم الصفر فعليا فمعناته انا 255 الماسك مش ال IP ادرس او نت ادرس لا احنا متكلم عن الماسك معناته 255 255 255 صفر الان اذا كانت عندي واحد اللي هي 25 ماسك 25 صار عندي 128 باخر خانة اذا صار عندي الماسك 26 مباشرة بصير عندي 128 زائد 64 بصير عندي 192 باخر خانة اللي هي راح تكون هون هون بدو صار عندي سلاش 25 بصير 128 سلاش 25 192 سلاش 26 224 سلاش 27 240 سلاش 28 وخاكذا 240 سلاش 28 يعني اتا بتقدر تمشي فيهم للآخر طبعا اذا كانت 255 فمعناته هاي الشبكة لا قيمة لها او بتكون حتى ممكن تكون شبكة اللي هي منسميها الهوست ادرس شخص واحد فيها معناته اذا كانت 255 معناته IP ادرس واحد لانه كله واحد ما في عندي اي زيرو الان بدهم يحلوا مشكلة ال كلاس ا كلاس ب و كلاس س فأوجدوا اللي هي variable length subnet mask يعني variable متغير length للsubnet بطل في عندي class a class b class c borders لا انا صرت اقدر اقسم subnet المقسمة وبهيك منقلل من ويست بالaddress space اذا في عندي اذا بدي استضيف داخل شبكتي 28 شخص بدور على اول binary اكبر من 28 اللي هو 32 اذا بدي استضيف 55 شخص او 23 شخص لا يعني ننتكلم عن 55 اي عن مثلا 51 او 49 فانا مباشرة بختار 64 اذا بدي استضيف مثلا 152 فانا بختار الشبكة كاملة اللي هي 256 اذا بدي اختار 120 فانا بختار 128 وهكذا variable link subnet mask وانا بختار وانا بختار وهي 24 الآن اريد اقسم 24 لأصغر فبصير 25 26 27 اذا كانت عندي اذا حطيت بدل 24 25 صبت صارت عندي 25 واحد فمعناته انا كل الباقي هم اقل من 128 لان عندي 128 و 127 لهم 255 لهم 255 اكثر شيء ممكن يكون يعني كرقم داخل الاوكتت هنا طبعا انا مقسم الشبكة اللي هي من 24 حولتها ل 25 بصير عندي هيك التمثيل تبعها واذا حولتها ل 26 بصير تمثيل عندي بهذه الطريقة اللي هي صار عندي الصفر network address الواحد اول host موجود داخل هاي احنا مستضيفينه داخل الشبكة 62 اخر host مستضيفينه داخل الشبكة وهاي 63 broadcast address اللي هو بدل 255 بعد عم بنتقل للشبكة اللي بعديها network address اول host اخر host broadcast network اول host اخر host broadcast network اول host اخر host broadcast وهاي الطريقة احنا اذا اتعلمت او او ادربت ايدك اذا ارى اضع اي شبكة افرض انها 172 161 172 16 1 0 24 وقسمها بنفس الطريقة الموجودة عندك على السلايد شكرا الاستماع والسلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة